كولر هو كلمة السير هو اللي عنده الكمترول والرمود كنترول بتاع البطولة دي لو زبط اللعيبة كويس لو انا مش عايز اقول وجه فنيا لانه هو فنيا عالي جدا انما هو اللعيبة محتاجة منه شوية حسم ان شاء الله كلمة السير يكون في امام عشور عشان مفروض كولر يعمل شوية انضباط في النادي يعني احنا زي ما احنا سمعين الفترة دي ما فيش يعني في مشكل في غرفة الملابس وكده فالمفروض يعني شوية انضباط هتلاقي امام عشور كلمة السير لان امام عشور اللعيب لايقع على عليه بصراحة قوة الاهلي في خط نص ان شاء الله لو الفرقة او اللعيبة بتاع خط النص سوى بقى امام عشور او مران عطية فيقين احنا زي فرقة الاهلي عالية ان شاء الله باذن الله وكولر طبعا ماشي في سكة كويسة جدا بدليل ان احنا شفنا انتصارات على يده كتير جدا ومش مطلوب منه حاجة غير ان هو يمشي على نفس النهج اللي هو ماشي عليه وبكده حننتصر ان شاء الله في السوف باذن الله اشرف داري والساعي والناس الجديدة هيبقى لهم دور كبير في المباراة اللي جاية دي احبا احلي جدا احبا 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 انا احبا 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 جدا وقول له كون احلي عدو احلي احبا احلي جدا احلي محتاج مهاجم فعلا كماء ومحتاج حد في خط الوسط وبصراحة انا شايف ان اهم حاجة اهم بـ يبقى في حد يغطي مكان مروان عطية لأن ساعات بيبقى مرونة عطية بيبقى أوف مثلاً مش مركز مش عارف ايه وهو الوحيد اللي بيعرف يقدي بالمكان ده محتاجين حد في الهجوم ضروري جداً محتاجين حد تاني في وسط الملعب يعني رقم بالستة الفرقة كاملة الفرقة عندنا فرقة قوي جداً يعني فرقة لو أكبر يعني طبعاً هم القادرة بالصفقات والحاجات دي بس أنا اللي أنا شايف اللي عندنا ده المجموعة اللي عندنا دي جمدة جداً محتاجين مدافع كويس ومحتاجين يعني برضو واحد في خط النص وحق في الأجنحة أو راس حربة صريحة هي محتاجة ونجين ومحتاجة كمان مهاجم إما أجنبي إما محلي بس يكون زي وثمى بعالي ماس